الحقيقة خلينا بقى نروح لجانب إيجابي جدا 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 في دورة الألعاب الأولمبية لحتى هذه اللحظة لغاية دلوقتي يعني أنا ما خدناش غير ميدليتين البرونزيتين هداية ملاك وسيف الحقيقة منتخبنا الوطني لكرة اليد منتخبنا الوطني لكرة اليد بيقدم عظمة الحقيقة وبيقدم شغل رائع جدا 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 في دورة الألعاب الأولمبية واحد من المنتخبات الرائعة الحقيقة اللي احنا دايما بنتفرج عليه أنا عارف المنتخب الأولمبي الناس دايما بتستنى وبتستنى مبارياته بالمناسبة المباراة بكرة إن شاء الله ساعة 2 إلى ربع لكل الناس اللي بتنتظر مباريات منتخب منتخبنا الوطني لكرة اليد كل اللاعبين الحقيقة عاملين مباريات رائعة وبيكسروا كل الأرقام اللي موجودة والمنتخب ده يستحق الحقيقة لأنه في النهاية بيوناطح الكبار يعني كسب السويد اللي كسبت الدريمارك اللي هي دريمارك اللي هي بطل العالم وحاجات كتيرة جدا بيعملها هذا المنتخب الرائع نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق في مباراتهم بكرة طبعا نجح منتخبنا الوطني في التأهل إلى ربع النهاية محتلا المركز الثاني في مجموعته بالفوز في أربع مواجهات بدور المجموعات أمام كل من البرتغال 37 و 31 قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك 32 27 في تاني المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 29 ثم السويد وصيف العالم 27 22 وأخيرا على البحرين 30 20 ده كسبت طبعا اتغلبت في المباراة يعني مباريات المجموعاتنا بتبقاش صعبة جدا ولكن انت اتغلبت من الدنمارك بطل العالم وكسبت السويد تاني العالم وعملت عليهم مباراة رائعة جدا والحقيقة دي كانت مباراة السويد لكل اللي بيتابع كرة اليد عملنا مباراة رائعة جدا ان شاء الله ربنا يكملها بكرة عندنا مباراة ضد المنتخب الألماني ان شاء الله المباراة هتبقى في تمام الساعة الثانية إلى ربع ان شاء الله بكرة في دور ربع النهائي في أولمبياد توكيو 2020 مقامة حاليا طبعا في اليابان ربنا يكرمهم بكرة وكل الشعب المصري حينتظرهم وحينتظر الأداء الرائع اللي احنا بنشوفه من كل اللاعبين كل اللاعبين اللي متواجدين في النهاية هم بيمثلوا مصر وننتظر منهم أداء نتشرف به ونفتخر به خلال الأيام القادمة